تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا المجزل الإخبارية ينعقد مجلس للحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل وتدارس المجلس مشروع قانون بسن مقتضايات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية ويتدارس المجلس مشروعي مصهومين يتعلق الأول منهما بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والثاني بتطبيق أحكام المادة الأربعين من القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية يعقد حلف شمال الأطلسية الشماعا استثنائيا اليوم على مستوى السفراء لمنقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وقال المتحدث باسم الحلف أن الأمين العام للحلف قرر عقد الشماع لسفراء دول حلف الأطلسية بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء المندوبية السامية للتخطيط توقعة يحقق الاقتصاد الوطني تطورا خلال الفصل الأول من 2020 بما نسبته 3.3% عوض 2.5% خلال الفصل الأول من 2019 في ظل ظرفية دولية تتسم بالتحسن طفيف مقارنسا مع الفصل السابق مشيرة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستشهد انتعاشا طفيفا فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوترة أقل من منحه المتوسط لأول مرة ببلاد عربي وإفريقي وابتداء من اليوم إلى غاية العشر من يناير الجاري تحتضن مدينة مراكش فعالية النسخة الثالثة والثلاثين للكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس وأفد بلغ للمنظمين بأن هذه التظاهر العالمي الكبرى تأتي تفعلا لتوجهات الملكية السامية وكذا تنزيلا لمقتضايات القانون الإطارة وتتميز نسخة هذه السنة المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية بتنصيق مع منظمة القونغرس العالمي من أجل فعالية المدارس والارتقاء بها بمشاركة حوالي ألف مشارك من خمسة وستين دولة يمثلون فعالية وطنية ودولية تنتمي إلى قطاعات حكومية وغير حكومية مهتم بالتربية والتكوين والبحث العلمي ينظم المركز وسينمائي المغربي في الفترة ما بين 28 فبراير وال7 مارس 2020 الدورة الـ 21 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة وذكر بلاغ للمركز أن برنامج هذه الدورة يتضمن مسابقة للأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أخرى للأفلام الطاولة الروائية والوثائقية ولقاءات مهنية بالإضافة إلى تقديم الحصيلة السنوية لسنة 2019 وأنشطة موازية وأضف المصدر ذاته أنه يمكن الإطلاع على نظام المهرجان وتحميل ورقة تسجيل الأفلام وطلب الاعتماد عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان نهاية الموجز إلى اللقاء